18 مليون يمني يعيشون يومهم دون أن يعلموا من أين سيؤمنون وجبتهم التالية هذا ما أكدته تصريحات للمتحدث باسم البرنامج العالمي للغذاء التابع للأمم المتحدة البرنامج الأممي أشار كذلك إلى أن 8 ملايين يمني باتوا على حفة المجاعة بعد أن تضاعفت أسعار المواد الغذائية الرئيسية في البلاد ثلاث مرات مقارنة بما كانت عليه قبل سنة واحدة في ظل حرب ضروس طال أمدها لنحو أربع سنين فقست على اليمنين ووضعتهم على حفة مجاعة تصفها الأمم المتحدة الأكبر في العالم في ظل انتشار أمراض وبائية كالكوليرة الناتجة عن عدم توفر المياه الصحية وقلة الغذاء والنقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية أمام واقع الحرب والأزمة الاقتصادية الطاحنة أعلن الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي إقالة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر محملا إياه مسؤولية انهيار العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة إجراء يرى محللون أن آثاره ستكون سياسية أكثر منها اقتصادية فإقالة الحكومة لن تغير من تداعيات الصراع العسكري في البلاد كما لن توحد السياسات المالية بين العاصمة الشرعية المؤقتة في عدن والعاصمة الانقلابية في صنعاء فاستنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي وتحكم المضاربين في سعر الصرف في ظل غياب دور البنك المركزي اليمني عن ممارسة مهامه في إدارة السياسة النقدية نهيك عن قلته إن لم يكن انعدام موارد النقد الأجنبي ونفاد الاحتياطيات منه والإفراط في الإصدار النقدي كل ذلك في رأي المحللين فاقم من أزمة تدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع نسب التضخم في المحصلة فإن الانقسام والصراع هو سبب الأزمة وأي طريق للحل ينبغي أن يمر عبر إنهاء الصراع أو توحيد السلطة النقدية بين المتصارعين أمل يبدو بعيد المنال بالنظر إلى التطورات على الأرض اليمنية فهل تتمكن القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في اليمن من تحقيقه وإنهاء معاناة هؤلاء الأيام أو الشهور القادمة ربما تحمل إجابة لهذا السؤال ترجمة نانسي قنقر